سيادة الرئيس، نفخر بأن يكون معنا اليوم بالقاعة أكثر من متين نائبة بمجلس الشيوخ والنواب وبه عدد تاريخي، وبهذا العدد يرتفع ترتيب مصر في نسبة تمثيل المرأة بالمجالس النيابية بين دول العالم إلى المركز 66 بعد أن كان ترتيبنا في المركز 135 وجاءت الخطوة التاريخية التي أسعدت كلوب نساء مصر بعد 72 عاماً من النضال لتصل المرأة إلى مجلس الدولة والنيابة العامة حقاً إنه عصر ذهبي يمهد الطريق ويصهر الحواجز الحديدية أمام المرأة المصرية الحضور الكريم شهد عام 2020 إقرار قوانين وإدخال تعديلات لتحقيق التمكين والحماية والمساواة الكاملة للمرأة ويأتي ذلك تأكيداً لنهج القيادة السياسية العادلة والمنصفة والتي عبرت عنها المقولة التاريخية للسيد رئيس الجمهورية لن أوقع على قانون لا ينصف المرأة المصرية شكراً سيادة الرئيس نحن نحلم دون حواجز نعمل دون كلل لثقتنا التي ليس لها حدود في رئيس وقائد عظيم يقود سفينة الوطن إلى بر الأمان ويشعرنا جميعاً بالفخر بأننا مصريات ويقدر المرأة ويمكنها ويضع قضاياها في قلبه وعقله